نستعد لكم من خلالي على أهم العنوين المتداولة لنهار اليوم البداية مشاهدين ستكون بصحفة الوطنية ويومية النهارة جديدة التي عنونت صدر صفحتها الأولى وكتبت تنائية في دار السلام ومازال خير للقدام ألا مشاهدين استعاد المنتخب الوطني لكرة القدم ثقة في النفس وأكد عودته القوية إلى الصحة الإفريقية بالحقيق الفوز الثاني تواليا في تصفيات كأس أمام إفريقيا 2023 التي ستقام بكودفوغة هذا وعاد رفقاء رئيس بولحية بالنقاط الثلاث من دار السلام بعد تفوق على منتخب تنزانيا بهدفين دون رد مساء أمس ليعززوا بذلك صدارة المجموعة السادسة بستة نقاط وبفارق أربع نقاط كاملة عن الوصيف المنتخب النجيرية في موضوع آخر ودائما مع النهارة الجديدة والتي كتبت الجزائر تعلق معاهدة صداقة وحصن الجوار والتعاون مع إسبانيا لا لتصدير والاستراد من وإلى إسبانيا إذا مشاهدين وجهت الجمعية المهنية اللي البنوك والمؤسسات المالية أمس الأربعاء وجهت تعليم لكافة مدرية البنوك طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والاستراد من وإلى إسبانيا يأتي هذا الإجراء الجديد بعد قرار سلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحصن الجوار مع إسبانيا وحسب ما جاء في نص التعليم فإنه يمنع أي عملية توطين بنكية لإجراء عملية استراد من إسبانيا كما يمنع أيضا أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا ووضحت الوثيقة التي تحوز النهار على النسخة منها أن الإجراء الجديد سيدخل حيث التنفيذ بداية من اليوم الخامس التسعجوان 2022 كما شددت الجمعية المهنية للبنوك أيضا المؤسسات المالية في الأخيرة على ضرورة اتخاذ جميع التضبير اللازمة لتطبيق الصارم لهذا الإجراء لن ننتقل لمشاهدين إلى يومية المساء التي عنونت أحد مقالاتها وكتبت قانون مكافحة المخاضرات أمام الحكومة الأسبوع القادم إذا مشاهدين وعد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وعد بتعديلات قانونية عميقة لتدارك ما تم إخفاله في النصوص التي نزلت بشكل استعجالي لمعالجة قانونية للقضايا التي لا تحتمل الانتظار والتأجيل وخص الذكر ذلك خص قانون الإجراء وأيضا الإجراءات المدنية والإدارية المرتقب إنزله مع الدخول الاجتماعي المقبل زيادة على قانون العقوبات وأيضا قانون المخاضرات الذي مشاهدين سيحول على الحكومة الأسبوع القادم وبرر طبي في إطار رضه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أمس بمناسبة مناقشة قانوني الإجراءات المدنية والإدارية وأيضا كيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية أن شروع القانون الإجراءات الإدارية والإجراءات المدنية المتضمن أيضا لتعديلين فقط استحداث المحاكم الإدارية واستئناف المحاكم التجارية المتخصصة ووعد بإنزال مشروع قانون الإجراءات المدنية وأيضا الإدارية بتعديلات عميقة وشاملة خلال الدخول الاجتماعي القادم إذن مشاهدين يومية أخرى ونجد في يومية المحور اليومية التي عنونت إطلاق الحجزة الإلكترونية للرحلات والإقامة بمكة والمدينة إذن مشاهدين برمج ديوان الوطني للحج والعمر إطلاق عملية الحجزة الإلكترونية للتذاكر الرحلات الحج لموسم 2022 عبر البوابة الإلكترونية للحج لتمكين الحجاج من اختيار تاريخ رحلاتهم وتتبع هذه العملية بوضع البرنامج الإلكتروني للإسكان في متناول هذه الفئة لحظ غرفهم على مستوى الفنادق بكل من مكة والمدينة وشعر المسؤول الأول عن قطاع شؤون الدينية في الجزائر إلى أنه بعد إنزال موعد الرحلات سيتم وضع برنامج الإسكان للحج أماكن الإقامة في كل من المدينة ومكة ومعلوم أن سعر تذاكر الرحلات الجوية للحج تم دفعها ضمن التكلفة الإجمالية لدى شبابيك بنك الجزائر والمقدرة بـ 85.6 مليون سنتيم قبل أن يتقرر في اجتماع لمجلس الوزراء الأحد الماضي خفضها أو خفض ثمن تذكرة السفر من 15 إلى 5 مليون سنتيم ويتم الشروع في تعويض الحجاج الذين دفعوا التكلفة كاملة لتتراجع هذه الأخيرة إلى 75.6 مليون سنتيم إذن مشاهدين أخبار اليوم عنونا وكتب الجيش مع لم الشمل إذن مشاهدين أكدت مجلة الجيش في عددها الجديد أن مبادرة اليد المبدودة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تهدف إلى تثمين اللحمة الوطنية وأيضا تقوية الجهة الداخلية عبر لمشمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرق وتمييز وطبرة أن تغليب المصلحة العليا للمواطن وأيضا رص صفوفه من شأنه تمكين الجزائر من التحدي للأعداء وأيضا الحقيديين وفي افتتاحيتها لعدد شهر جوان الجاري أبرزت المجلة أن تغليب المصلحة العليا للوطن وأيضا رص صفوف الشعب هي من بين أهم الشروط الأساسية التي تمكن بلادنا من تصديل الأعداء وأيضا حد لمحاولاتهم المتكررة لتمزيق نسيج مجتمعنا وأضفت في هذا السياق أن مباذرة اليد الممدودة التي أطلقها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطنية سيد عبد المجيد تبون مؤخرا تهدف إلى لمشمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرق وتمييز لخدمة بلادهم مع طي صفحة الماضي مشيرا إلى أن كل الجزائريين مدعوون اليوم إلى الانخراط في عملية بناء البلاد والتطلع إلى غد أفضل إذا مشاهدين نصل إلى المواقع الإلكترونية الآن وموقع النهار أونلاين عنوان قريبا إنتاج الأنسولين في الجزائر إذا مشاهدين كشفت نادية أبو عبد الله مديرة الإنتاج بوزارة الصناعة الصيدلانية عن اتفاقيات لإنتاج الأنسولين وأدوية مضادة للسرطان حيث سيتم الشروع في إنتاجها قريبا في الجزائر وذلك في إطار توجه البلاد نحو إنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية كما أكدت نادية أبو عبد الله أنه سيتم الشروع في إنتاج الأنسولين الموجهة لمرضى السكري محليا كما سيتم إنتاج عدد من الأدوية الحساسة بين مجمع صيدال وكوريين وفي حوار خاصة به نادية أبو عبد الله القناة الإدعية الثارية أكدت أن جزائر تسعى للسيطرة على السوق الإفريقية من خلال تصدير المواد الصيدلانية المنتجة محليا لمعظم الدول على القارة مؤكدة أن جزائر لديها الإمكانيات وإذن القدرة على تحقيق هذا الهدف من خلال وضع وإعداد إطار تنظيمي ملائم لعمليات التصدير في مجال الأدوية هذا وقلت دائما مديرية ومديرة الإنتاج والتنمية وترقية التصدير والبحث بوزارة الصناعة الصيدلانية أن قيمة الصادرات في مجال الأدوية بلغت خمسين مليون أورو وتعمل على رفع هذا العدد من خلال السيطرة على سوق الإفريقية دائما مع المواقع الإلكترونية مشاهدين ونجد في موقع شعب أونلاين إجراءات رضعية ضد المتسببين في وفاة شبين بالمطار إذن أعلنت مشاهدين رئاسة الجمهورية جملة من الإجراءات الجزائرية أو جزائرية ضد أشخاص لهم علاقة بوفاة شبين بمطار هواري بومدين أدولي يوم السبت الماضي وأوضحت الرئاسة في بيان لها أنه وبعد التحقيق الأولية تم توقيف وأيضا حدز تحت النظر لأربعة أشخاص مشتبه بهم لضلوعهم ومشاركتهم في وقائع أدت إلى وفاة ضحيتين وأشار البيان إلى توقيف الإداري لتسعة مسؤولين من المدرية العامة للأمن الوطنية في مطار هواري بومدين ويتعلق الأمر بمدير شرطة الحدود نائب مدير الحدود الجوية نائب مدير الأمنة أمنى مطار رئيس فرقة أمنية محافظة الشرطة وإذن المكلف بالمراقبة الجوية وتم إحالة مشاهدين الموقفين على لجنة التأديب في انتظار استكمال التحقيق الابتدائي المقرر قانونيا في طارق واعد القانون الإجراءات الجزارية وإذن تقديمهم جميعا أمام السيد وكيل الجمهورية المختصة إقليميا إذن مشاهدين البلاد دوتنات الذي عنوان ياسين وليد قطاعنا يتكفل بمصاريف الملكية الفكرية لفائدة الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة إذن قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد أن قطاعه الوزري يتكفل كليا منذ شهر مارس بمصاريف الملكية الفكرية لفائدة الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة وأكد الوزير في منشوره عبر صفحتها الرسمية أنه للاستفادة من ذلك فإن الإجراءات مبسطة فكل ما على المعنيين القيام به هو التقرب من المعهد الوطني للملكية الفكرية لإداع طلباتهم إذ يشمل الإجراء حماية براءة الاختراع والرسوم وإيضا النماذج وكذا العلامات التجارية كما سيتم أيضا مشاهدين تنظيم دورات تكوينية في مجال الملكية الفكرية من طرف مسرع شركات الناشئة ألجيريا فانتور لفائدة المهتمين بهذا المجال إذا نصل المشاهدين إلى الجولة في المنصات العالمية والبداية من منصة الجزيرة التي عنولت انطلاق الحوار المباشر في السودان لماذا غابت أطراف رئيسية إذا مشاهدين اختثمت أول يوم من الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء بالحرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وإفريقية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الإنقلاب العسكري في غياب أطراف رئيسية معاردة شواروك في حوار لمسؤولين عسكريين وممثلين أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة ولكن تحالف قواء الحرية والتغيير المعارض في السودان أعلن الانتنين مقاطعته للحوار كما رفض حزب الأمة الأكبر الحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا وذلك لتعدم اكتمال الظروف المواثية له وإذن غاب أعضاء ميليجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشيرة وقامت بتظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآويناء الأخيرة في الموازات مع الحوار السياسي تظاهرات للمئات المطالبين بحكم مدني في منطقة بري الشرقية الخرطومة لكن الشرطة فرقتهم بإطلاق الغاز المسيح لدموع وذلك بحسب صحفي من وكالة فرونس بخيس روسيا اليوم مشاهدين عنوان اتخذ مقالتها وكتبت عشية اجتماع هامة للمركزي الروسي الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو إذا مشاهدين ارتفع سعر صرف الروبل أمام العملتين الدولار واليورو أين تم تدول العملة الأمريكية دون مستوى 60 روبل وذلك للمرة أولى منذ نهاية ماي الماضي ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي حيث سيبحث الاجتماع يوم أمس أو يوم غد الجمعة السياسة النقدية للبلاد وسط توقعات بأن يقرر المركز خفض سعر الفائدة الرئيسية ويتعلق أو يتفق الخبراء على أن المركز الروسي سيخفض سعر الفائدة الروبل في ظل ارتفاع الروبل والسيامة بعد صعود العملة الروسية لكن خبراء يختلفون حول نسبة الانخفاض حيث يتوقع بعض الخبراء تقليص بنسبة 2% فيما يشير أخرون إلى انخفاض بنسبة 1% إذن مشاهدين كانت هذه أهم العنوين المتذاولة لنهر اليوم شكرا على كرام الإصغاء والمتابعة اشتركوا في القناة